في العناوين الرئيسة الأولى لم يكن تعهد رئيس الوزراء منذ توليه مهام تشكيل الحكومة مجرد خطاب عابر حيث توالت إنجازات الرئيس التي تضمنتها بنود المنهاج الوزاري في رسم طموحات العراقي ببناء مستقبل ينفض غبار التمني بتوفير الخدمات الأساسية من نقل وصحة وتعليم زيارة السودان الميدانية إلى الناصرية ومدينة أور الاثرية والتي حملت حرصا على متابعة سير الأعمال في إتمام مشاريع كملعب الإدارة المحلية في ذيقار تأتي تطبيقا لشعار رفعه بداية العام الحالي أن يكون عام الإنجازات وفي سجل إنجازات قياسية أنجزها الرجل الأول في بغداد صورة بات العراقي أكثر تفاؤلا من خلالها لغد مشرق على الرغم من أن مرآة الواقع مثقلة بما يخوضه العراق من صراعات سياسية غفلت في بعض من أهداف رموزها عن الاهتمام باحتياجات العراقيين ومن واقع مثقل بأرقام يتصدرها الفقر بمؤشر قاس في بلاد النفطة وتلك الرسالة التي أراد لها السوداني أن تكتبى وتصبح حقيقة بعد أن كانت حلم الفقراء والمحتجين بصمة إنجاز تعكسها تطلعات رئيس الحكومة قرر أن يفعل ما يقول وأن يقف كذلك في وجه تحديات أمنية سيما مع ما تعصف به البلاد في الأوقات الأخيرة وفي ظل غليان عسكري في المنطقة يدشن رئيس الحكومة إذن تحقيق وعوده على الأرض وبما يحتاج البلد للنهوض بواقع تنموي واقتصادي وخدمي يعكس نهج الإصرار على مواصلة العمل ونبذي نظرة التشاؤم للحال الاقتصادية أو الخدمية في البلاد لتكون تلك المشاريع نافذة مستقبل أكثر أمنا وتنمية تقف إلى جانب العراقي في تفاصيل حياته القاسية لتغييرها إلى حياة أجمل تكون نفذ مشروع بالمواصلة وبطل التصميم حتى الناس تشوف بعلن هذه الشركات محلية عراقية سواء حكومية وقطع خاصة نفذتها في الصحيح